مين هم الأشخاص اللي ليهم الحق في الحصول على الجنسية النمساية أول حاجة الجنسية مستحيل نقدر نقول كقعدة عامة للكل فعلا موضوع الجنسية صعب جدا في النمسا ومعقد جدا ولازم كل حالة تتفحص على حدة يعني كل واحد لوحده بس لو خدنا بعض الحاجات الأساسية خلينا نقول مثلا اللي معه الجوء أو معه أي نوع إقامة أخرى بعد ست سنين مع البيت صفاي بيقدر إنه هو يحصل على الجنسية إذا مستوفي بقي الشروط تمام طيب بعد عشر سنين للي معاه اللجوء بالبيئينز في بقى سؤال بيجيلي كتير للأشخاص اللي عندهم حماية سنوية الحماية السنوية بعد خمستاشر سنة بالبيئينز غير اللجوء اللجوء بعد عشر سنين بالبيئينز أما الحماية المؤقتة اللي هي السنوية اللي هي سبسدير شوتس بالبيئينز بعد خمستاشر سنة إنت تحصل عليها بالبي أينس من السوبسيدير شوتس لما تطلع من الحماية السنوية تنقل على الإقامة الأوروبية تكون نيدر لازونج بعدين تبقى خمس سنين تنتظر وبعد كده تقدر بالبي أينس تحصل ليه بوضح النقطة دي عشان جالي ناس كتيرة جدا يا حرام وقعوا في إيه راح عمل الانترفيو والمقابلة بتاعت الانفوتاج مع الموظفة بتاعت الماجسترات بصت على الورق بتاعته هو معي حماية سنوية ولسه نائل على الإقامة الأوروبية ما خلصتش أو ما قاعدش عليها خمس سنين فلما راح عندها قالت له تمام قدم ورقك تعب وقدم ورق وورق الجنسية صعب إن الواحد يطلعه ويجهزه ومكلف أو مكلف أنت عارف هو مكلف نفسيا أكتر من أي شيء لأن الموظف كل شيء هات الورق دي وإنت على ما تروح تجيب الورقة وورقة تحتاج تجيبه من بلدك فأنت بتتعب جدا وتنتظر سنة سنة ونص والورقة عند الموظفة وفي الآخر تقوم بعتله بقى بريف تقوله إيه لأ سوري أنت ما تستحقش الجنسية عشان أنت المفروض عشان أنت المفروض كنت تقعد خمس سنين بنيدر العسون بعد يقام روح من لنا البتسفايل فنس بيجي لها خبط أمال كبيرة جدا عشان كده مخصوص طلع أقول النقطة دي عشان الناس تخلي بالها منها ترجمة نانسي قنقر